يحتفل العالم اليوم بيوم الصحة العالمي من أجل التوعية بضرورة الحق في العلاج وهي فعالية دولية تؤكد من خلالها منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن الصحة حق من حقوق الإنسان تقول منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الصحة العالمي 2019 حان وقت التغطية الصحية الشاملة للجميع في كل مكان وندعو لدعم الصحة للجميع وأوضحت المنظمة أن اليوم لا يمكن لنصف سكان العالم الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وأن ملايين النساء تلدن دون مساعدة من مضيفة ماهرة كما يفقد ملايين الأطفال التطعيمات ضد الأمراض القاتلة ويعاني الملايين ويموتون بسبب عدم قدرتهم على علاج فيروس نقص المناعة البشرية والسل والمالاريا وأضافت المنظمة العالمية أن الصحة تحق من حقوق الإنسان بغض النظر عن الجنس، الدين، العمر، القدرة، المواطنة ومن جهته قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيانه هذا العام إنه في أهداف التنمية المستدامة التزمت جميع البلدان بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 مضيفاً لتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى رؤية مليار شخص يستفيدون من التغطية الصحية الشاملة في السنوات الخمس القادمة هذا ليس حلماً بعيد المنال ولن يتطلب مليارات دولارات لتنفيذه فالتغطية الصحية الشاملة قابلة للتحقيق ترجمة نانسي قنقر